موسيقى مشاهدين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم إلى معرض الصحافة لهذا اليوم الأحد الحدي عشر من يناير كانون الثاني ونستهله بالصحافة الوطنية حيث تناولت صحيفة الشعب الخطوط العريضة التي تناولها فاروق قسنطيني في تقريره لحقوق الإنسان الذي سيرفعه لرئيس الجمهورية وعنونت أكد أنه سيعرض على رئيس الجمهورية قريبا قسنطيني إجراءات تكملية للمصالحة الوطنية صندوق التعويض للمطلقات أو صندوق التعويض للمطلقات تتصدر التقرير السنوية لعام 2015 تقول الصحيفة الشعب استعرض أمس فاروق قسنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان الخطوط العريضة للتقرير السنوي للجنة الذي سيرض على رئيس الجمهورية حيث تضمن مجموعة من المسائل المتعلقة بملف المصالحة الوطنية صندوق التعويضات للنساء المطلقات وحق المواطنين في الإنتاج وأكد قسنطيني في عرض تقرير 2014 أن المجتمع المدني وكل الأطياف السياسية لديها رغبة وإرادة لبناء دولة القانون كما أكد أن الجزائر خطت خطوات كبيرة في مجال حقوق الإنسان مضيفا أن هناك خطوات أخرى يجب القيام بها والوقت كاف للمضي قدمها وأوضح قسنطيني في هذا الإطار أن عام 2013 شهد حوادث عنف خطيرة بالجنوب وقد دونت في التقرير السنوي حيث طالبت اللجنة بالحوار والتصدي لكل محاولة لإثارة الفتنة التي لا يستبعد أن تكون محركة أو محركة بأعياد أجنبية تريد المساس بأمن واستقرار الجزائر صحيفة المجاهد تناولت زيارة وزير السكن لمشروع مسجد الجزائر الكبير وكتبت مشروع مسجد الجزائر الكبير تبون يشدد على تسليم المشروع قبل نهاية 2016 تقول صحيفة المجاهد طالب وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون أمس المؤسسات المشرفة على إنجاز مشروع جامع الجزائر بتسريع وتيرة الأشال قصد تسليم الإنجاز في سبتمبر 2016 معلنا بالمناسبة عن استكمال جميع الهيكل المرفقة بالجامعة قبل نهاية جوان المقبل الوزير وخلال زيارة العمل قام بها إلى موقع مشروع جامع الجزائر بالمحمدية بالعاصمة تضيف صحيفة المساء أكد على ضرورة تجند كافة الأطراف المتدخلة في إنجاز هذا المرفق الحضري الهم ورفع مستوى التنسيق فيما بينها وإعادة تنظيم العمل من أجل تدارك التأخر المسجل في المشروع داعيا إلى مراجعة رزنامة الأشغال والعمل وفق نظام التناوب دون انقطاع مؤكدا أن ذلك سيمكن من تقلص فترة الإنجاز إلى حوالي عام ليتم استلام المشروعي في شهر سبتمبر من العام المقبل صحيفة الخبر تناولت ملف الصحة والزيادات المرتقبة في أجور الأطباء والصيادلة وجرح الأسنان وعنوانات وزارة الصحة تعطي الضوء الأخضر للشروع في مسابقات الترقية ثمانية آلاف دينار زيادات لأكثر من ثلاثة عشر ألف طبيب وصيدلي وجرح أسنان تقول صحيفة الخبر قررت وزارة الصحة الشروع في أكبر عملية ترقية سيعرفها القطاع منذ سنوات حيث كلفت اللجنة المركزية المشتركة مع النقابات أو كلفت اللجنة المركزية المشتركة مع النقابات بمتابعة مدف تنظيم المسابقات المقررة خلال الأسابيع المقبلة وتشمل في مرحلة أولى أكثر من ثلاثة عشر ألف طبيب عام وصيدلي وجرح أسنان سيستفيدون من زيادات في الأجور تصل إلى ثمانية آلاف دينار بأثر رجعي من جنفي من عام 2015 وتعقد النقابة الوطنية تضيف صحيفة الخبر غداً الإثنين اجتماعاً رسمياً في إطار اللجنة المركزية التي يترأسها المفتش العام لوزارة الصحة وعدد من المديرين المركزين إضافة إلى المدير العام للمؤسسات الصحية حيث سيتم متابعة المفاوضات التي تقرر استئنافها خلال جلسة صلح جمعت ممثل النقابة بمسؤولي الوصاية بعد قرار وقف الإضراب المفتوح الذي باشره أقول الممارسون مؤخرا صحيفة الشروق اليوم تناولت ملف التربية واجتماع النقابات للتنسيق وعنونت الوثيقة تبقي استقلالية النقابات رغم التكتل ميثاق شرف لتأطير العمل النقابي في التربية تقول صحيفة الشروق اليومي ركز ميثاق شرف العمل النقابي الذي أعدت نقابات التربية الإحدى عشر المستقلة بأن أي قرار يتخذ في المستقبل لا بد أن يكون بالأغلبية على أن لا تلغي الوثيقة استقلالية أي نقابة في تبني قراراتها الذي يعتبر السيدة في الفصل وتضمن ميثاق الشرف الذي اطلعت عليه صحيفة الشروق جملة من الحقوق والواجبات التي تقوم على الالتزام بعدة بنود أهمها أن أي قرار يتخذ في المستقبل سواء تعلق بالإضراب أم بتجميده أم غير ذلك من القرارات الحاسمة لا بد أن يكون بالأغلبية غير أن الوثيقة لا تلغي بالمقابل استقلالية أي نقابة وبالتالي فإن أي قرار لا بد أن يعرض على مجلس الوطني لدراسته ومناقشته ليعد عرضه على التكتل النقابي لاتخاذ قرار نهائي بشأنه بشرط أن يكون بالأغلبية مشاهدنا إلى الصحافة العربية حيث تناولت صحيفة الشرق الأوسط المسيرة التضامنية التي ستشهدها باريس اليوم وكتبت العالم يتضامن ضد الإرهاب والقاعدة تهدد فرنسا بالمزيد مسيرة مليونية في باريس اليوم والمطلوبة الأولى غادرت إلى سوريا عبر تركيا تقول صحيفة الشرق الأوسط يقف العالم متضامناً مع باريس التي ستشهد اليوم مسيرة مليونية للتنديد بالاعتداء الإرهابي على مجلة شارل إبدو يتقدمها عدد من القادة العرب والأوروبيين إلى جانب الرئيس الفرنسي فرنسوا هولوند وتتأهب باريس أمنياً لاستقبال مئات الآلاف من المتظاهرين بعد ظهر اليوم في المسيرة الفريدة من نويها التي لم يسبق أن عرفتها العاصمة الفرنسية في تاريخها إطلاقاً العديد من القادة الأوروبيين ومن أنحاء العالم وقادة ومسؤولين من الدول العربية وقرر وزير الدفاع الفرنسي جون إيف لودريون توفير خمسمائة جندي إضافية لحماية الأمن في باريس ومنطقتها خلال المسيرة من جانبه أعلن تنظيم القاعدة في اليمن عن تبنيه العملية التي استهدفت مقر مجلة شارل إبدو كما أعلن أحد قيدي التنظيم في كلمة صوتية للفرنسيين ومهدداً بشن مزيد من الهجمات صحبة الحياة اللندنية تناولت هي الأخرى المسيرة التضامنية التي ستشهدها باريس اليوم وكتبت تعزيزات للجيش لحماية مسيرة المليون في باريس تقول صحبة الحياة اللندنية تتجه أنظار العالم مجدداً اليوم إلى باريس التي ستكرم بمسيرة مليونية فرصية ودولية ضحايا لاعتداءات الإرهابية التي نفذها الشقيقان سعيد وشريف كواشي وشاركهما أحمد كوليبالي وأدت إلى سقوط 17 قتلاً خلال ثلاثة أيام بينهم 12 في الهجوم على مقر صحيفة شارل إبدو الساخرة وسط باريس وتواكب التظاهر المليونية إجراءات أمن مشددة بينها استدعاء الجيش يحتمها إعلان شخصيات عربية ودولية رغبتها في المشاركة فيها تضامناً مع الشعب الفرنسي وكذلك تهديد أحد قيدي القاعدة في اليمن بأن عملية شارل إبدو لن تكون الأخيرة مهدداً بهجمات أخرى ومتواعداً الفرنسيين صحيفة تشرين السورية تناولت في مقال تحليلية الاعتداءات الأخيرة التي شهدتها باريس وكتبت حتى لا تخرج العقارب من الجيوب دفعة واحدة تقول صحيفة تشرين السورية من يستعرض ما كتبته الصحف الغربية تعليقاً على العمل الإرهابي الذي طال مقر أسبوعية شارل إبدو الفرنسي الساخرة التي تضم أشهر رسم الكاريكاتير في باريس يدرك صوابية الموقف السوري ورؤية الدولة السورية التي حذرت مراراً وتكراراً من أن الإرهاب الذي ضرب بنيتها ونال من البشر والحجر فيها سيرتد إلى الغرب الذي صنعه واحتضنه ووفر له عوامل نموه عندما رعاه ومده بالمال والسلاح وسهل عبوره إلى أراضيها إما مباشرة وإما عن طريق عملائه وأدواته وخدمه في المنطقة الهدف المعلن من الحرب الإرهابية على سوريا والمنطقة والتي حملت عنواناً براقاً هو دمقراطة المنطقة تضيف صحيفة جشرين هو في الواقع جزء من مشروع غربي يحمل اسم الربيع سوق له بأنه يحمل الحرية إلى الشعوب العربية وينطلق بها نحو الحضارة المنشودة التي ينعم بها الغرب وما هو في الحقيقة تضيف الصحيفة إلى ربيع إسرائيلي ومشروع تقسيم استعماري جديد هدفه الأول والأخير تنفيذ أجندة المصالح الغربية التي لم يستطع الغرب الاستعماري نيلها بالقوة فلجأ عبر مشروعه المتحضر إلى تفتيت المنطقة الذي يخدم أولاً وأخيراً يهودية إسرائيل مشاهدين بهذا نأتي إلى ختام جولتنا في معرض الصحافة لهذا اليوم أترككم مع ريشة الكاريكاتير طابت أوقاتكم إلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة